اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي كلمة تتقال لمصلحتك وتفرزها بشكل يخدم حاجة عندك وهي ما تقالتش كده تكتزئ الكلمة من سياقها واظن احنا عشنا هذا الموقف اكتر من مرة يعني ياخد كلمة من سياقها ويمتد يديها السياق اللي يخدم توجهاته اللي يخدم تشويه حقيقة معينة اللي يخدم واخذ التاريخ في اتجاه انا رأيي الرفضين دول التحفيل والتأويل هم الخطر الذي يقودنا الى الاحتقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة